ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر التي تعكس الطابع العمراني الأصيل لهويتها التاريخية والثقافية وجرى خلال الجولة استعراض خطط التطوير والتي ترتكز على خمس محاور تشمل الحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة المحرق وتوفير وحدات سكنية تلبي تطلعات الأسرة البحرينية والحفاظ على المباني ذات القيمة التراثية وزيادة الرقع الخضراء بالمنطقة وتنويع التشجير فيها إضافة إلى تطوير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة كما تم تقديم شرح حول تفاصيل خطة العمل والتي تتضمن تطوير مساحات في نطاق حوالي 100 أو حوالي مليون فصلة 4 متر مربع بالإضافة إلى ترميم 16 مبنى ذو قيمة تراثية في إطار الحفاظ عليها واستكمال مسار اللؤلؤ واستخدامها في أنشطة ثقافية وسياحية من جانبهم جدد رؤساء تحرير ومنتسبي الصحف المحلية تثمينهم للأوامر الملكية السامية بتطوير مدينة المحرق والتي تعكس حرص مملكة البحرين على الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين مؤكدنا أن الخطط الموضوعة لتنفيذ المشروع ستسهم بلا شك في تحقيق هدف بقاء المواطنين في مساكنهم الأصلية وعودتهم إلى الأحياء القديمة بعد إعادة تطويرها وترميمها مؤكدنا أن الصحافة الوطنية ستظل داعمة للمسيرة التنموية الشاملة وستبقى شريكا رئيسيا في إبراز سجل المنجزات الوطنية المضيئة لفريق البحرين بداية نحن اليوم موجودين هناك فريق حكومي فهذا لتوجهة سيد جهات الملك بالاهتمام بالمدن التاريخية بمملكة البحرين بالارتقاء بهوالحفاظ على الهوية العمرانية لهذه المدن فاليوم عندنا جولة لمتابعة هذا التنفيذ أو اطلاع الصحافة على المشروع اللي إن شاء الله بليونك في المرحلة القادمة انطلاقا من قصر عيسى الكبير اللي يشكل في الحقيقة مركز مدينة المحرق التاريخية ومصدر الإشعاع الحضاري فيها اللي كان يشمل البحرين ككل نظرا لكونه مركز كان ينطلق من اتخاذ القرار وبناء الدولة الحديثة بداية من التعليم اللي نشوف نماذج له هنا في مدينة المحرق العريقة في مجلسة الهداية الخليفية الأندية الأدبية أيضا طبعا أيضا طال ذلك المؤسسات الحكومية الأخرى العدلية والأمنية والبلدية في ذاك الوقت هذه الجولة تأتي لاستعراض الجهود الأولية لتنفيذ هذا المشروع وبالأخص نطاقات الحماية التي تتم تحديدها نماذج من المباني المعمارية المهمة لكي يطلع عليها الإعلاميين وكيفية التعامل معها من ناحية الترميم وبعض الاشتراطات التي سيتم استحداثها لتهيئة انسجام اللغة المعمارية الموجودة في المدينة التاريخية مدينة المحرق أعتقد لكل بحريني تمثل المدينة التي تعكس الثقافة البحرينية بشتى جوانبها سواء كانت معمارية أو غير مادية هدفنا من هذا المشروع هو الارتقاء بالجوانب المعمارية والحضرية لها الحمد تم استعراض الدليل الرشادي لمدينة المحرق واللي يبين الأهداف من هذا الدليل والمحافظة على التراث الغني للبحرين ومدينة المحرق بالتحديد وأيضا التناقم بين الحاضر والماضي وأيضا صفة الابتكار وأيضا عراجنا على الضوابط التصميمية لهذا الدليل اللي طبعا هو يعني فيه أربعة باب مهمة الباب الأول هو ضوابط تصميمية لمناطق التطوير العمراني في مدينة المحرق وأيضا ضوابط تصميمية لواجهات المضاني واللي فيها النوافذ والأبواب وكل ما يتعلق بمواد البناء وأيضا ضوابط تصميمية للبناء التحديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر